لو راح النهاردة بقى لمباراة النهاردة قدام سرابيكا شايف من وجهة نظرك كده شايف ان كارترون اصبح انه ممكن يغير من طريقة لعبه او شايف الفترة دي انه ممكن يغير من طريقة اللعب اللي واضح جدا الناس بقت مذاكراها وبشكل كبير ممكن تكون حفظتها هو عشان اغير وانا محفظ لعابة الفترة اللي فاتت على اسلوب معين انا ممكن عندي فترة توقف بعد كده شهر عشان كاسل عرب فانا ممكن اغير واعمل مطشط ودية واجرب طرق بديلة للطريقة اللي هو بيلعبها اسلوب اللعب اللي بيلعبه اللي هو اربعة اتنين تلاتة واحد وهو ما بيغيرش انا ممكن اغير وقت المباراة يعني حسب مجريات المباراة او ممكن اطلع ديفندر واحد اخلي طارع حامد وازق امام عشور جوه مثلا فالتغيرات دي حسب نتيجة المباراة لكن انا مفضل انه يلعب نفس التشكيل نفس الاسلوب بتاعه لانه محفظ لعابته لكن ممكن يبقى فيه تغييرات في النقول عمر السعيدي طرق اللعب يعني صحيح شايف فريق اسراميكا فريق قوي جدا فريق بيهاجم عنده هاسم شعبان المدير الفني بيحب يلعب كورة وبيحب يهاجم وعنده لعبة طبعا كتيرة عنده محمد ابراهيم عنده لعبة كتيرة جدا بتقدر تصنع الفرق ازاي نقدر نتعامل مع فريق بيلعب بالشكل الهجومي ده ونقدر نسجل من البداية هو اذا هاجم شعبان اذا النهاردة هيلعب مع الزمالك هيهاجم نادي الزمالك ومش هيرجع لتلت الملعب بتاعه يدافع هيكون الماتش بتاعنا يعني الماتش هيبقى بتاعنا احنا عندنا اتنين ديفندرات هيقفلوا مع الاربع مدافعين وهيبقى فيه مساحات خلف الباكات بتوعهم سرعة زيزو ومهارة بن شرق اللي هو مميز فيها هتبقى هتبقى لغاء اوباما مهارة اوباما طبعا هتبقى حاجة كويسة جدا بس انا اعتقدش يعني شعبان ما اقدرش انه هو يهاجم نادي الزمالك من نص ملعبه لانه عارف انه نادي الزمالك فرقة تقيلة جدا وعنده لعيبة تلت لعبين او اربع لعبين المهاجمين يمتازوا في المساحات والمهارة عالية جدا فما يقدرش يسيب مساحات بين وسط الملعب والمدافعين لانه هو هيغامر انا شايف انه هو هيعمل من بداية المباراة زون ديفنز وحيعتمد على هجمات المرتدة هو ده المتوقع يعني لكن هو هيهاجم نادي الزمالك هو ممكن يلعب مع فرقه مع البنك الاهلي بطريقة هجومية لانه هو نفس المستوى لكن مع الزمالك ما اعتقدش انه هو هيهاجم نادي الزمالك من نص ملعبه يعني اشتركوا في القناة